إنه العرق اللبناني التراث والصناعة والجودة وهو اليوم بصلب اهتمام وزارة الزراعة اللي بدأت وبتفويد من مجلس الوزراء دعم مسير تسويق العرق محليا وعالميا بعد ما تراجع الانتاج من 25 مليون زجاجة إلى مليونين زجاجة 25% منهم مصدرة إلى الخارج وأهم الأسواء الولايات المتحدة، كندا، الإمارات والعراق وضعت وزارة الزراعة سراتيجية لصناعة العرق في لبنان عبر تطوير هذه الصناعة من تسجيل كل مصانع العرق من تأمين أسواء محلية وخارجية وأول محطة ستكون مهرجين العرق اللبناني لكل لبنان بزحلي 27 تموذ أمالنا نطلع لأول سنة للعشر من الانتاج وبعدين نطلع أكثر تسعوديا يوم العرق اللبناني ينظم بالتعاون مع جمعية أطاء الوطنية وبلدية زحلي بظل هدف واحد تنمية البقاع اقتصاديا في العرق هو مشروب أساسا الزحليوي ونحن بهمنا تجريع الزراعة وتجريع الصناعة فكيف لما يكون فيه تصنيع زراعي؟ تعرفي موضوع العنب بهمنا كثير تصريف انتاجه وبهمنا كمان أنه تشغل الصناعة في لبنان لأنه هي بتشتغل على الأناني وتعمل حركة اقتصادية كتير كبيرة عم بيلتفتوا إلى بعض المنتجات التوراسية نحن بنعتبرها بمنطقتنا مثل العرق، مثل المبيد، مثل الدبس، مثل زيت الزيتون والزعتر وبفتكر هذا الجهد اللي عم تبزله وزارة الزراعة لتصدير هذا النوع من المنتجات أمر كتير منيح وهذا يشجع القطاع الزراعي عامة وضعت وزارة الزراعة العرق اللبناني بصدارة اهتمامتها ولكل المصانع المهتمة بالتصدير الدعوة اليوم للتسجيل بالوزارة